أخطر شي نخسر بلدنا وطن ما دخلها بجولة جبران ها نعم انت رجل موضوع أنا مش معا سلمان فرنجية أكيد أحترم وأجل أصغر مقاوم في حزب الله عين مشال عين بحبة حزب الله يصطفل بس هذا مش موقف مش قبل لازم نبني دولة قبل ما نروح على الأدس ونحرر الأدس اختر لي موضوع واحد ظلم فيه رئيس لحوط أنه لبنان أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يقسم بس هو الأكتر الأكتر هزالتا لاب حلق حضرتك كيف عم تشغل سياسي مو عم تجيب المال حزب الله ما في بديل على الرئيس الجمهورية لابنان المسيحي وقلت لها عشرة تلاف واربعمائة واثنانة وخمسين تحيي لألك اللي يقوله لله دير التحلق ممكن يقبس الزريع من الحرب نوهية ويقبر الناس لو سأله فيك عميدها أول مرة بالأم تي في حسي ساك بشتي غريق أهلا فيك ولك المشاهدين لا الجو كوزي ما بشي حلو يوم بعد كل اللي مرأت فيه أنا بحضر عم تبقى حتى متفكر أنه ما بحضر يعني أكيده أهلا فيك والبرامج بعد كل اللي مرأت فيه بتشجبتك العسكرية والمدنية في خلاصة هيك بطلع فيها هذا يمكن سؤال اللي يجب نطرحه بنهاية الحلقة عم نطرحه ببداية الحلقة في خلاصة فكلفك بتقول بنهاية اللي مبلشها وخاصة بالأيام يعني الوقت كل هالتجربة شو اللي خلاصة طلعت فيها أو شو الشي اللي تعلمتو الشي المهم بهالتجربة كل اللي عشتها بالسياس وبالهدا أخطر شي نخسر بلدنا وطننا يعني وصلت لمرحلة في مراحل بحياتي يعني مثلا ما كنا بالحربية وعملنا جيش الابنان العربي مش لأنه جيش الابنان العربي وبيصور جيش وهدا وبعدين بالممارسة سيئة بتقاعد حرج جمهوري مع الرئيس العماد الحود أخطر شي تفقد وطنك وبلدك في خطر اليوم نفقد وطننا بدك رأيه بعد يمكن كان في مرحلة كان من نفقد وطننا بس بعد اللي عم نشوفه بفلسطين وهيدا التهديد الأساسي اللي هو التهديد أنا بقول عنه يهود تلموت بدي أول عنه هيدا التعبير أنا ما بقول لسهيون 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 لأن تخطينا المرحلة هل حقول يهود التلموت واستنادا لما درسته من لهوت يعني بعدين بنحكي فيه هؤلاء يهود التلموت دايما بس تشوفهم شو عم يعملوا بأهل فلسطين تقديري بيعطي جو لبناني مرتبوا عم شوفوا كل الأطراف بيرجعوا بيلتفوا ما دخلها بجولة جبران حتى ما عادة يفهم عم بحكي بالجو اللي بيخلقه التزامك ببلدك وأنه عدا أنت تبقى حريص أنه يبقى وطنك لأنه في كلمة بيقولها بفتكر غسان كان عفاني أنه يلي بيخسر وطنه ما بيلاقي قبر يدفن فيه بقى هيدا الخلاصة أنه ما نخسر بلدنا ووطننا وكل ما بشوف أنا هيدا يعني من الأطراف كلها حتى ما أني أنا فيه إشا كتير تغيرت بالعقائد بالسوابة ما تغير بس بعقائدتك هذا فيه إشا تتطور صرنا نحكي هلأ ببلدنا ووطننا بمواجهة الأخطار اللي عم نعيشها من كل الميلاك اليوم العميد موسى محمدان وين بالسياسية؟ حضرتك ضمن محور المقاومة بس كأنك عنصر غير منضبط بهالمحور حتى ما أنا قصة محور المقاومة أنا ما بحب المحاول بس المقاومة شرف شرف لألي وشرف لكل لكل من يقاوم أنا مش جديد بالمقاومة أنا يعني فين نحن كان لما كان بلش خالي إبراهيم أليلات ما كان اسمه مرابطون كان اسمه المقاومة الشعبية بغض النظر من الخمسين والمواقف اللي كان واستمرينا يعني أنا مش ابن مبارح لأقول أنا ضمن محور المقاومة بعدين محور المقاومة مفهوم سياسي لا شك أنا يعني مؤيد لأله ولا مؤيد لأله حتى ما أحد يحطني بها الزاوية بس أنا مقاوم وأنا مع المقاومة بس بسياسة أنت غير منضبط هذي كلمة غير منضبط مش غير منضبط أنا سوابتي أنا بتعطي مثلا فيه فيه مثلا حتى تكون صريح عندك وبالأمت بيه مثلا بمحور المقاومة كان فيه بعض الناس تحبز الصقيع العربي أو المتامورة بيه صحوات الإسلامية مثلا أنا أنا مسميهم صحوات متأسلمة ومسمي صقيع عربي وبالتالي فيه محلات لا أنا مع محور المقاومة بيدعمه للمقاومة فلسطينية أنا مش مع محور المقاومة بالموقف من سوريا بس بالموضوع الداخلي لا موضوع الداخلي ما لازم يكون فيه محور المقاومة ما بيسوا بالموضوع الداخلي بس معقولة بالرئاسة ما بتكون داعي مرشح المقاومة أكيد ما منه لا انتبه بالداخل اسمه اسمه حزب الله واسمه سوناء الشاعر مش أنا مسميه أنا مش معه سليمان فرنجية أكيد لي لأنه حسن أحواله بس حزب الله مش جزء من المنظومة مين قالك أنه أنا بالسياسة الداخلي مع حزب الله مع حزب الله مقاومة موضوع تاني مثل ما قالت هلأ قصة طريق إلى القدس أحترم وأجل أصغر مقاوم في حزب الله ومن يقاوم وفي حماس مع أنه نحن بمحلات ما كنا مع حماس بس بالداخل شو قاله شو خاص الداخل أنا بترجع لقالي أنا ضد حزب الله بالحكم حزب الله هل كان وبعدين ما أحدا يقول أنه لأنه عم يحمي حال ما أحدا بيسترجع قرب صوبه في ناس غير بتحمي يحوي يعني يعني السيد بيقول ها عان وها عان عن السلام الفنجية وعن الرئيس عون وهذا تطبق على جبنان بسير السيد مش كيف ولا عان السيد شايف فلسطين وهو طريق لا بس هذا الموضوع رح ينتهي براحل السابقة بس أنت ضد العين تان يعني هلا مش ضد العين تان حتى أنا لعك أنا صريح وواضح أنا عين ميشيل عون بحبه مش بحبه بليه عين قريبة مني بسبب تركيبة التيار العونية أنا بحب كلمة العونية والبدل العسكرية ممكن والبدل العسكرية أو الرفاء اتنو هيك جبران جبران الناس ما بتعرف أنا ما بعرفه هلا بيحترمه بعمله بس أنا ما بعرفه يعني يمكن الناس ما بتصدي أنه أنا مش ولا مرة شايفه بس ليه سيئة بتانو مصر في يعني أنا ما كنت كلالات ساعي لعمل بتعرف جبران بمرحلة كان أنه يعمل وزراء ونواب وخبريات الداخل أنا ما كتير كنت مهتم مشان هيك بس تلي العونية والتيار شباب التيار بحترمهم بطبيعة الحال مشان هيك بس سليمان جزء من منظومة ظاهرة ومغفية هلا حزب الله يصطفل بس هذا مش موقف طيب اليوم اخلقت ببيئة بليعب لك في طرق كبير بين هذه المقاومة التي نجل ونحترم وخاصة هلأ هلأ المرتاحين كلنا أنه مثل ما قلت لك السيد مش شايف مش شايف قدامه إلا قباب القدس وكنيسة القيامة وطوفان فلسطين مش طوفان الأقصى بس طوفان فلسطين بس بموضوع القدس يعني كل يعني كتار من اللبنانية تمن قول كل عندهم حلم تحرير القدس عندهم حلم الصلاة في القدس كان مسيحيين أو مسلمين ولكن يعني نحن وراحين تنحر القدس يمكن نقع بريجار يمكن نقع بجورة خلينا قبل ما نفوت على القدس نقدر نفوت على الدوائر عقارية المسكرة وعن نفعل المسكرة يعني كل هالأمور مش قبل لازم نبني دولة قبل ما نروح على القدس ونحرر القدس ما بنينا دولة لأن كنتوا القمت فيه ما عم بتغطولي كتير ما عم بتغطوك لا هيدا كلام مستوحى من كلامك أنا معك مية بالمية وأنا هلا هلا مبارح مبارح ممكن بالتصريح قبل بكرة قبل ما يصير أي شيء مع أنه الظروف مش بيئدنا المعركة الإقليمية مش بيئدنا قبل أي شيء نصيحة للمقاومة وللسيد حسن تخبر رئيس جمهورية ميم مكان يكون وجيبوا رئيس وزارة وعينوا قائد جيش ورئيس أركان ومجلس عسكري هلأ هلأ مثل نحن عادين هيدا أهم خطوة قبل ما نروح نحرر للإدس معك مية بالمية نحن إذا بدنا نروح على الحرب لازم يكون عندنا رئيس جمهورية مثل ما كنا تحت الهواء مسيحي كنت عبتلي مسيحي هلأ هلأ نحن بيحاجة في لبنان إلى رئيس جمهورية هلأ هلأ ينزل الرئيس بره بمسؤوليته الوطنية يعدوا جلسة مجلس نواب قول أنا كنت قلت للبطرة كنت نزل لعودة مجلس نواب مثلك ما عمض غطولي قبل هلأ بس هلأ أكثر من ضرورة مثل ما عم تقول بدنا نروح كنا سوا ما نلاقي الطريقة تكون والدوائر والناس تكون مرتاحة مش بس بهذه دولة بالمطالب قدين احنا نكون مرتاحين دوليا واقليبيا وداخليا بالمعركة اذا انتخبنا هلأ هلأ مش من بعد ساعة رئيس جمهورية مين ما كان يكون ومين ما كان يكون وعم شدد رئيس جمهورية ويتعين قائد جيش طبعا مع احترام الكل يمكن يجو وليجو وليجو ما عدم يعرف جزيف حون يعني عم بحك ويتعين قائد جيش وتعينات العسكرية على رئيس رئيس مجلس وزراء يعني أنا كمان من عندكم أنا بالزاوية عمليه انه اداء الرئيس مئاتي بهالمرحلة بما يتعلق بالأزمة من وجه له مش بوجه له التحيل بس انه مبين فيه تطور بالإداء فعلا بس حضرتك كنت قريب من رئيس للجمهورية كنت قائس حراج جمهوري ايه دي الرئيس يعمل شي عشت الوقت هذا موضوع تاني انا مع تغيير الصلاحيات مع انه بحترم الطائف حتى ما يقولولي انت عم تطلع من الطائفة انا مع الطائف وهذا بس انا انا بعرف من الممارس رئيس الحود يعني يزلم الرئيس عادة مطلق اي رئيس يزلم كان ثلاثة رباعة لأمور ياخدها بصدره عرفت شو وتهاجم على أمور يمكن هو ما له علاقة فيها قالينا مرحلة السابقة بس كان ينفذ أمور بالقوة يعني في شي هذا يقول له انهاك بده يسير ويهدد مش يهدد بالقوة يعني يهدد انه انا بطلع باللو يجب أن يكون صلاحيات رئيس الجمهورية مش عمول ياخد من صلاحية رئيس حكومة تمهيء وعليك رئيس الحكومة لا ما خلص سادي انا بحكي مثل رئيس الحكومة لأنه بقصة مجلس الوزراء مجتمعا صار مجلس كانتونات يعني بطل في وطن وشفنا وعلى ما كنا واعين بالله واعين هون مش هناك يجب تقوية رئيس الجمهورية وأيضا بتقوية رئيس الجمهورية بكو رئيس الوزراء رئيس المؤسسات الدولة الرئيس الحود قصة كيف تعرفت بعض مش أنا اللي تعرفت نحن كان في اللواء جميل الحود مدرسة بالوطنية واللواء جميل الحود كل الناس تعرف لما استلم وزارة العمل حط قانون النقابات كان نموذج كبير للعماد جميل الحود وبالتالي استطاع أن يستكتب الكثير من الضباط ومبيناتهم بي هلأ في موضوع كتير موضوع يمكن حكيته قبل بيتعلق بالثوابت بتعرف الرئيس كميل شمعون كان اسمه فتح العروب الأغر وكان بده ضابط الناس ما بتعرف هلأ بده ضابط من الشوف سنة بهذه الأيام وهو من الشوف وكان الرئيس شمعون فعلا كل العالم أول ما إجاء كان كل العالم ما بي هادي عم بحكي بال 56 57 لما انتقبو بي من الشوف وكان الستة يعني من اللي تشتغل جدي يشتغل بالسياسة بيقوم وبيقول له فيه ضابط من الشوف سنة من الشحيم اسمه فهمي حمدان نائب جيب وعيان وما كان فيه حرس جمهوري مثل هلأ كان فيه السرية المستقلة للحرس الجمهوري بيجيب بي بعينه بعينه قائد السرية المستقلة وفيه صور كتير لأله الرئيس شمعون وبيوم من الأيام لما صارت الأزمة بين جمال عبد الناصر ورئيس جمال عبد الناصر وكميل شمعون وطعرف فيه الواقع السنية كله ناصر كان مسيحي كان عبد الناصر خالي إبراهيم عنده سيارة بولتزوغن حاطت عليها سور جمال عبد الناصر بهذا الوقت وبيي كان بالحرس بتتعطل سيارة بيي كان نايم عن بيت جدي بيأخذ سيارة خالي وعليها سور جمال عبد الناصر بينزل على الأصر بدون ما يعرف أنه في سور جمال عبد الناصر عصر الجمهوري عيام كمي شمعون كان بلش حلف السن تول 57 بالسياسة بيبعث وراء الرئيس شمعون بيقول له بتحداني فهمي قال له بشو فخامتك قال له حاطت صورة عبد الناصر بالأصر الجمهوري قال له صار لي صار وبيطلب تشكيله من الحرس الجمهوري بساعتها كان اللواء جميل لحود قائد موقع بيروت في فتكر وبالتالي كان موقع بيروت مهم من أهم المراكز العسكرية بيصير بعدين قائد جيش بيقوم وقت بتهرف لما كان يشكله بالزمنات قال له شكله عندك يعني سكت عندك بيقوم الرئيس العماد هو كان رح يعمل رئيس العماد جميل بيقله بيقله هو يعني بتبنيه وبتبلش علاقة وتطورت نحنا يعني من وقت العلاقة والرئيس فقامة الرئيس كمان لما كان عنده قصة الحمام العسكري ويننزل كنا نشوفه بحكم العلاقة العائلة يعني عائليا كل قراب من الرئيس الحود بيعتبره ظلم بكتير أمور اختر لموضوع واحد ظلم فيه رئيس الحود أنا بالنسبة لي لم يظلم لا ما ظلم انتهى بحملة فل لا شو هذي ظلم هذا مواجه رئيس الحود عم بيواجه ما عاد كان فتح مشروع مشروع سياسي طويل عريض مشروع بلد رسال أنا بتاعش اللي هلأ بيريحني بس اسمع الشباب الدباط اللي معنا كانوا انه رزق الله عاييم كن او لما يكون قاعد الرئيس عم بيخبر نوع بيكون قاعد عالكسليك بيكون مارئش واحد من كان عشد خصومه جو رزق الله عاييم هاي دي بتكفل لا رئيس الحود لم يزلم هيا فل مين فل بس في ناس كانوا معه بهتسل السنين هاي 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 نحن في ناس كان قراب منه اول 8 سنين من عهده يعني 6 وسنتين التمديد وصاروا ضده اخر سنة بتسنة التاسعة الرئيس الحود صاحب مشروع سياسي في المواجهة ما فيك تقول ظلم حتى نحن ما فتنا علم فتع السجن بس في ناس ما كانوا أوفية معه هاي ده وضع تاني بس الظلم كلمة ظلم بتطلق لما تكون انت قاعد قاعد ساكت بس من اللي عملوا حملية فل ما فيكين ناس اقراب من العهد وشاركوا بعدين بحملة فل ما فتكر كلهم كانوا من اللي ضد الرئيس الحود ولا وحب بدين فل بس في ناس صاروا لاحقا بما يعرف بدين متوفل يعني بس صاروا في ناس صاروا لاحقا بما يعرف بأربطعش أدار بجوه هل عم نحك نحن بس انت تذكر هدك اي 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 اكيد انا برجع بقاللك لم يزلم الرئيس الحود كان فيه مرحلة مواجهة اليوم اللي عم نشوفه مثل عم قللك رضالة عيامه بس ما في ناس صاروا لاحقا بما يعرف بأربطعش أدار وكانوا قراب منكم وحتى قراب من السوريين وفي ناس كانوا يطلبوا السوريين منكم استقبلوهم وحضنوهم وحتموا فيهم كانت تصير تصير ثلاثة رباح في كتوليك يعني بالاسم بعملك ليحة نحن اللي كنا نتضحك في التليفون اللي بيرين عند الرئيس الحود سواء بالسنترال أو مع الشاب اللي بيكون معه دايما لما قالوا مرشح رئاس الجمهورية مهدينا يعني لليلو لنهار في ناس بيتالفنوا في ساعة ستة بيعطوا نصايا اللي عم تقولوا بظبوط هيدا عقل لبناني وقامتين كمان بتخذ فترة بس تجي قصة التمديد التاني ترجع بتزيد بتزيد هيدا عقل بس اخي السنة بطال حد نايدر هيدا العقل المركانتالي اللبناني مرة أسألته للرئيس لحون تقول لك في هيدا بكل ترشيح محول اسمه ما تسألني عنه بس هو وكان قريب من أحد الرؤساء كل ما يكون في ترشيح لرئيس جمهورية بزد اسمه هو هو بيشتغل علي بتعرفيه عليهم كل ما يكون ما عنده ما عنده ما عنده أمل مرة أسألته بالتمديد آخر تمديدت هيدا كل شوية من لما بلشت نعرف انه في هيدا بتلاقيه بزد اسمه قال لي موسم هيدا موسم بيلم بيلم لأنه في ناس كتير لك أنا الساقة بمحله بنعرف في ناس بيدفعوا مش بس بيعطوا هدايا بيدفعوا انه بركي ركيب رئيس جمهورية بقال لي هيدا موسم كل ما أربع يعني اعتبر أربع مرات بيعملوا بيعملوا شي كذا مليون دولار بالأربع مرات في ناس بترعبن في ناس بترعبن على المناصب بال الأمور اللي تقوص فيه على الرئيس الحود هو تعيين القائط للحرس الجمهوري سني على رأس الحرس الجمهوري بدل المسيح طيب الرئيس أمين جميل كان عنده بفتكر اللواء سردوك مش كتير طلع طلع حكي يمكن طلع على اللواء السيد أكتر مني لأنه كان يحر كان يحر أكتر أنا ما كتير طلع أنت عم تحر هلأ أنت عم تحر هلأ أملك بيع أيام كمين شمعون كان كان أمل طيب شو المشكلة معي ما زال زكرت اللواء السيد شو المشكلة مع اللواء السيد بين مين ومين بينك وبينه وبين رئيس الحود وبينه لا مع رئيس الحود أنا ما إلي حق ما بعرف إذا في مشكل ولا لا في مشكلة معروفة أنا أنا ما كان في مشكل لأنه لما صرنا بالحرس الجمهوري هلأ بالجيش بيضل في التحرط بس بالحرس الجمهوري هو عنده اقتصاص وعند اقتصاص بعدين أعلى كتير صحبة وما حدا بعدين بعدين رفاق الحبس بعدين اه رفاق حبس فيك تقول مش ظلم رفاق السجن خلينا نحك ما زال جبنا سيرة السجن نحكي عن هالتجبه شو علمتك تجربة السجن خبرناك عب خبرني قبل الهواء عن الآزين كم مرة تسمع الآزين بالتجن مثلا قبل الهواء عب خبرك على عرصة المناطق المسيحية ومناطق المسلمية إنه هيدا البلد ما فيك تيجي أنت تجيب سكيني وتعصمه يعني فيه كلمة للعماد عون وبن الأب تيفي هيدا مهمة جدا قالها كان بعض وقات جيش إنه لبنان أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يقسم وأصغر من أن يقسم هيدا قصة مشين هيك إنه مثلا ببيروت إذا وقتص بسني الشيء مثل ما بيسا فيه طوابق ايه بالدخلين بالطوابق أو مثلا هلأ من اللي عم تقلي إنه شو كنت أسمع بالمنطر بالرومية بتعرف في رومية فوق عالتالي وبتسمع بالرومية لما كنا برمضان كان أول شي يبلشوا الدواعش هولي 13 اللي شارع الظلام كانوا حطيوهم معنا بسجن فرع المعلومات يبلشوا يقدنوا أول شي يرجع تاني شي يقدن التلفزيون المستقبل لأنه فرع المعلومات بهذا كل وقت كان قريب من تيار المستقبل إذا مش هو تيار المستقبل وهذا أنا ما عم بزم اللي عم بحكي سوصار عم توصف عم توصف بموضوعية معنوال أصحب كتير يعني ما حدا أفو هلأ ما عم نكتشف كتير إشي هلأ نحن مع تيار المستقبل تيار المستقبل معنا وشبابهم وخاصة طبق بفلسطين نحن وياهم سوا سوا وما حدا شو عم تستوعبون لا هني عم تستوعبوني هني عم تستوعبوني حتى ما حدا هني عم تستوعبوني نحن ما بنصني هيدا موضوع محصوم عننا نحن تالت أدان تالت أدان الشاك محمود عبد العالم من المشاريع الأحباش رابع أدان الأدان الشي يطلع من الزعيطرية الأقريبة الأقريبة الأقلنا ونص بعض يعني كنت أسمع أربع أدانات بأربعة وقتنات هلأ أنا نائب النص بقى مشان هيك بلبنان ما حدا بيزعلوا من بعض مشان عم أكتر شي مثل اللي عم يصير هلأ شوفوا شوفوا اللي بيفقد وطنه يستباح دمه تبهوا تبهوا نحن بمرحلة كتير دايئة ولكن بدك أنا التقييم الهلأ يعني فيني يقول أنه اللبنانية يخدين موقف صح من أقصاهم إلى أقصا على الحبس بالسجن كنت أمتل الشيء المميز معي أنا مع غيري أنه الله يرحم اللواء وسام الحسر في كتير يمكن بيزعلوا مني بس هادي حقيقة أنا كنت المعاملة بعكس اللي اسم يعني مش اللي اسم بالنسبة للأقل لا يمكن ما غيري مكان هيك أنا كنت معاملتي كتير منيحة بالسجن مش خمس ستار ما في سجن لا لأنه في ناس أعلموا كنا عشرين خمس ستار بقى لا مش خمس ستار كنتوا تشوفوا بعد أنتو الأربعة لا أبدا بالأربع سنين برادي أربع سنين وليس لني ما نشوف حدا أعكيد العائلة كنا نشوفه ما رأيت أنا عم تطلع لقدام مين اللي حطكن بالسجن؟ مين المسؤوليون إذا ما تحمل حدا مسؤولية لمين بتحمله؟ اللي قتلوا لرفيق الحريري مين قتلوا؟ أنا ما بحب قول مين لقاتله حتى ما لأنه في دولاته بس في محكمه دولي وفي قرار أسلرته محكمه شوفوا مين قتل عند المحكمه الدولي يقبلوا بيقبلوا المستقبلين يقولوا أنه سلي معياش لوحده أو قتل رأيس بيقبلوا أكيد مش لوحده بس سلي معياش مُنتم يأتد المحكمة محكمة أعتبرتوا لوحده أنا ما بقبل بعد بعد هالالسنين بعدين وان بي رأيك سليم عياش اللي وعليه ما بقدر إلك مش إنه ما بقدر إلك إذا أنا بحكي بمين قتل رئيس الحريري يا شريك مثل اللي هول اللي طلعت هدا يا شريك وانتبه شهود الزور مش شو بيسموهن هولي مش شهود زور هولي شركاء بالجريم اللي بيضل اللي بيضل للتحيق شريك بالجريم هوا ما عدنا عم نسمع عنه شي كل الأسامي اللي طرحت بوقتها اختفت اختفت بلا في واحد هدا هلا اللي كانوا عاملين ربكم الأعلى فاعبدوه هدا قاعد هلا حدود السودان هنيك حكر ما معه يأكل وعم يطلب يرجع من زمان هدا انتهت مرحلة وانتهت بس حتى الآن من قتل الرئيس الحريري اللي قتلوا حطني بالسيد بس في ناس بيعتبروا حزب الله تعرفت اي استخدمونا انا اربع سنين يعني اللي قتلوا سبق التحقيق بأربع سنين واللي قتلوه وشريك واللي لازم يجيب على المحكمة فعلا هو اول واحد لو كان في محكمة جدية مش تطلع بهذه النتائج مع انه صفتنا معي خبر في عشرين صفحة انه نحنا مش قصة برقونا وحاكمونا نحنا متحكمنا انه بالتحقيقات كلها مليقوا في علاقة بيننا وبين جريمة هذا المهم مش انه لعن في ناس بيقولك برقو ما برقونا ما علمت اذا فيه ناس بيجيبوا ملس ولمن بتطيجوا غير هؤلاء اللي كانوا هون بلبنان يخبروا خبريات لمن وملس جيبون بس بقى جيبوا عن محل يحكم مش محل بيحترم هو الانسان بالمعايير المشدوجة فيه ناس بيعتبروا فيه ناس تهموا بمرحلة سوريا بعدين فيه ناس تهموا حزب الله بدون يتكلوا جريمة بهالحجم بدون يتكلوا يا حزب الله يا سوريا اكتر رايحة الامور نحو حزب الله هلا لك انا ما بحب احكي بهذا الموضوع لتلك لانه لانه اذا ماي معلومات وما عم بعطي يبكوا انا الشريك ما بعرف طيب شو جاي معك اليوم بيطايا المستابعة اللي لا احنا اليوم انا مش من اليوم يعني انا بس في مرحلة كان في حياة فياسة من لما ظهرت واني كانت بمكان ما له علاقة بيتشنر لا قبل كنت مع رئيس الحريقي لا منعه يعني مش انه انا عم حاربه بس من لما ظهرت انا حكيت انه انا بهمني كان رقول انه عرفوا الناس اللي حوالينا ومنطقنا هذا انه انا مايلي دخل بيطل الحريقي لانه لانه كمان عزلك بمجتمعك دعني هلا اللي عايشينه بدون يلعبوها كله انهولي منظومة الكنتونات والسن والشياه والدرز اللي حاكمين البلد واللي بيشتغلوا سياسي بمكان ما انه انا ناصري كومي عربي وطني لبناني وافتخر وانا نص التاني مسيحي ومش سألينه احدا ولا سألينه خاصة بهذا الموضوع بس نحنا مش انا ما نازم ركب بالجوانية وانه انه عم بلعبه بس وطنيا عندي عندي طيفته وعندي مشروع وعندي السادة اكيد مش انا هاك بدكن تلعبوا وطنيا كلكم طلعوا لنلعب وطنيا بدكن تلعبوا بالطواف والمزاهي بقى شو بابا انا السنائي السنية يا حبيبي ام شو لك هل انتهى الرئيس حريري اليوم بالسياسي بدك رأيي بعد هالتجربة حرام ينتهي واللي اخد قرار انتهاؤه بغض النظر مما كان يكون اكبر خطأ بيرتكبوه بيظل الظروف بيظل الظروف بس اليوم اذا رجع الرئيس حريري انت بتندر بندر بيرجع بشدة الشارع شدة قد نبدو لا مامني بندر انا ماني منافسه الرئيس الحريري انا منافس حدا على رأس الوزارة لا بس عبل على الارض والارض لا الارض كتير منيها نحنا بعد نعملك نحنا وانا بتانسنا بعدها ما تنسى ثلاثة ربيعات المستقبل كان مرابطون ما نحنا مانا ما فاتين بمنافسه ما عمل لك هلأ 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 بطريق جديد وبيروت وبالمناطق نحن بيهم بس ينزل الكرمية الفلسطين ننزل معهم وهن بينزلوا معنا مشكل هلأ في كتير رح مش عم بحكي هاك لانه هلأ انا عم بحكي لانه انا ما عايز حدا في كتير رح يسمعوك رح يقولوا بعد في مرابطون لا بينزلوا الارض بتسمع اه بالتالي ما نزلت بالانتخابات شوف ما اللي انتخابات الرئيس الحريري بالمجلس النيابي قالوا ما تنتخبوا ما هو حق يقول ما تنتخبوا قالوا ما تنتخبوا هلأ مع احترامي لكل اللي يجوا بس هيدول هيدا التمثيل السنية بس كيف علاقتك منه ببيروت اي نو من بيروت فؤاد مخزوبين ابي البدر وغيرهم فيه اصدقاء بينهتون بس انه بالسياسي ولا شيء فيه اصدقاء اوه يعني انا ما بطلع من صداك يعني بعرفون فؤاد مخزومي شو باي فؤاد مخزومي كيف علاقتك فيه وشو رأيك فيه هو يقيم حاله هو خليفة خليفة مين؟ خليفة أصر البحر واس مين خليفة مين؟ ولا شيء هلا عمل لك بغض النظر من هو انا ما بطيفوت انا بس هو الاكتر الاكتر هزالة ليش؟ بيقيم حاله بعد فيه نواب عم يشتغلوا هلا حضرتك كيف عم تشتغل سياسي مو عم تجيب المال؟ حزب الله؟ انا اللي عطيني دولار اللي عطيني دولار يجي ياخدوا ياخدوا دم قلت قلت لك ما عم بترطوني انتوا حزب الله ما بيموّل المرابطون؟ لا بيموّل غير بيموّل غير بس نحن ما موّلنا علىنا قلت لك اللي ما عندك عتب عليه بهالموضوع؟ لا 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 عبداً شو بدي قلته بقى أنا؟ انا ما بعتب على حداً كل واحد بيعمل مسلم هادي قبارية اللبنانية انه ليكوا 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 هادا شو عم يعمل؟ هادا عم يعمل مصلحته انت عمال مصلحتك برجع بقى اللي اللي يعطيني دولار يجي ياخد دم مين ما كان يكون؟ بس بعد شخصية رئيس عبد الناصر مغرية اليوم ابن عشرين وخمسة وعشرين سنة والله اللي نحن عم نلاقيه بشغلنا مش بس مغرية مغرية ومكترة هادا جمال عبد الناصر مش شو بدي بالعشرة شوك بتجو المسيحي وهيدي بتعملي نوع من شو بقولوا هيك ساتسفاكشن الرضا ذاتي كل الفيديوهات اللي قال عبد الناصر من ثلاثين آيات ثلاثات من ستين سبعين سنة تجيني مش لقلي بس عند الداول سواء بموضوع الإخوان المتعسلمين سواء هلأ بقصة فلسطين كل شي هدي ومن وين بيجوني أكتر مرفقات الدباط المسيحيين مع أنه أنا مفحب بأحده تصنيف هدي بحد ذاته بفرجيك عبد الناصر شوف على اليوتيوب لأنه هلأ الترانس داري شوف عبد الناصر كأنه عم يحكي هلأ كانوا تبعوا خاصة بمرحلة الدواعش والثقيع العربي اللي عشناه وصراعهم أول واحد صارع الأخوان المتعسلمين وحدد قطرون هو عبد الناصر بس حدثت يعني خلعت عم تقول لي أنت في جو في صعوبة نحن لما عم نواجه مشاريع طائفية مذهبية من دفع لها وفي أمام دفع لها مليارات الدولارات بالإعلام لما لما توزعوا المحطات التلفزيون نلقمت بيه ونزول كيف توزعي صار كل واحد يقول أنا بدي لك مرة التفاح بمجلس الوزراء الرئيس فخامت الرئيس له هو ما عرف ما عرف وعم يحكيها هو أنه بتتذكر مثلا بيع التفاح بالطرقات أخذها أنه بطلع حدا أنساء الطالب بالزيتون وطلع واحد طالب مبارح بالإكيدانيا أو شيء بقى مضي مين عم يسأل إيوك عام تاريس عام تاريس عام تاريس وشو هيدون اللي شو هيدون تفاح منه موسم لكل قالوا الزيتون درزي وبقديم الخروب إنه فيه المصطفين الإكيدانيا للسوني صاري أصمد لبقى تفاح مسيحي ومش بتبالها لك البلدوان مشان هاك قال اللي بيكون ماشي بقوميته وبعروبته وبوطنيته وحرصوا على بلده أكيد بدوا يلاقي موجهة مليارات دولارات مثل الناس ما بتعرف مثلا بالـ 58 فيه ناس تبنوها إنه هني عملوها عبد الناصر ما قبل إنزل بالـ 58 عبيروت أيام عزدين المد الناصر بتعرف لا؟ لما عم بيقلوا حج حسان العواني بالاجتماع الخيمة وفؤاد شاب إنه كنا منتمنى نشوفك ببيروت قالوا إذا أنا بنزل على بيروت بطل في لبنان رفض هل فيه ناس تبنوها هون منتبول المكتب التاني إنه هني عملوها فتحدي بحاكية كان مثل عمر سليمان بأيامه حاكية قالوا 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 للرئيس الشاب اللي بفتحه القعدة بالخيمة على حدود منه قالوا قالوا كنا منتمنى نستقبلك بالأمطار قالوا 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 أنا إذا بنزل على بيروت بطل في لبنان ونحن بدنا لبنان هادي جزء من تربيتنا مشان هاك بهدي التقصيم المذهبة والطائفة بس حضرتك يعني خلعت سريعاً الرداء العسكري زي العسكري والبسط زي سياسي يعني ضغري عملت النقلي كانت تتناطر تطلع من الجيش لا تشغل سياسي لكن بعني بالجيش بس ظهرت نسجم بلشت وهيدي أول مرة بحكيها والرئيس الحريري حكي مع مع من كانوا في الجيش في هذيك الوقت مخابرات وهذا الجيش هذي أول مرة بحكي مش شكة أنه هذا كيف ضابط بجيش مش لأنه هو سعد بحبه الرئيس الحريري بس لأنه وقتا طلعت بعض الضباط اللي كانوا يشتغلوا هيك الزغار بطايا المستقبل وهلأ ثلاثة ربع تاراك صاروا أنه شو عم بيعمل جاي بده يعمل فتنة سنية سنية أنا ما عملت لا فتنة سنية سنية ولا فتنة بحكي مع العماد أهواجي والعماد أهواجي بيسمح لي أني يحكي الله الصعام تكون أنه شو عم بيشتغل كيف سامحين له وبعضه بجيش بفتحوني أنه أخذلك شي مازونية طويلة وهون بوجد تحية للعماد أهواجيك شخصية لأنه أنا كان كتير منيح معي بكل شي بعض ما ظهرت من السجن دغري قدمت استقالتي بالعلفين وعشر دغري وكنت لسبب أنا كان فيني أعود أمطر لخلص المد كل أنا دهرت قبل وقبة التعويدي كامل مش أنقص شوية من التعويدي أمطر لأعمل سياسي العادية ترشح مجلس نيابي أعملي شي شغلي بس بكون عم بشلح جلدي هاي المرابطون جلدي والمرابطون اللبنانية الوطنية القومية العربية هذا جلدي ما بقدر أشلحه مشان هيك متل تفاجأت الناس ممكن زلت دغري هلأ كيف علاقتك بالعماد جزيفرون؟ في علاقة مع علاقة كل الاحترام والتقدير ولشك أنه بهاي المرحلة الدقيقة يتحمل مسؤولية وطنية بإدارة الجيش اللي هو أبدا أنا عم بدأي إلى انقلاب انقلاب عسكري رسمي اللي بيلولي حايش باللللان متل ما بدون بس لن ينقذ لبنان والأيام ستأتي إذا اضطرينا إذا ما هلأ نزلوا انتخب الرئيس إلا استلام الجيش للبلد لذلك أنا أحترق كيف يستلم الجيش وما في حدا أن يستلموا ترح تنتهي ولاية قائد الجيش ويمكن وصل لشهور ما بتسمعني لأن الناس فكروا الانقلاب هو من ضمن الدستور لما تقول الانقلاب عسكري ما هدخلوا بالدستور هذه ثورة والثورة بحاجة لأقدام وإندفاع وناس أنا ما بحكي بالدستور بس كيف لازم تنتهي هذه الأزمة؟ بالتمديد للعماد جزيف عون؟ إذا بتسمح لي ما أحكي فيه ليه؟ لأنه عندي نظرية أنا بقصة الألم تبع رئيس الجمهورية المسيحي هل تفكروني عم زيدي؟ أنا ما بدي شيء ما بدي حدا ما بدي حدا ما بدي حدا شيء ولا كرمان المسيحي ولا كرمان حدا بس بلبنان بهاي التركيبة الألم تبع رئيس الجمهورية بيمضي التعيين عندي نظرية إذا غيب تعيين يعني تمديد مش لاني ضد العماد عون التمديد أو هذا أبدا بس هيدا الألم المسيحي هو بيضمن استمرار لبنان الواحد المواحد الملتحم روح يستخدم رئيس الجمهورية اليوم في خطر على الجيش؟ أكيد بقى أنه أثبت الجيش بهالمرحلة بفقره وبجوعه وبيدم ولاده وبالمرحلة اللي سبقت التشكيك فيه أثبت أنه هو يبقى الضامن والحامي شوف قاعدين بالجنوب أهلا أولادنا بجنوب بوجه المدفق صحيح عم بيتقصفوهن هكي قصف بس هلي بد يواجهه مثل الواحد بيقول لي بكرا الجيش بدي يواجه غسبا عنك بدي يواجه بيشو بدي يواجه بالهاون بالمدفع بالبرودي بدي يواجه وبكرا لأيام بتشوف مواجه قبل لما كنا نحنا كم شهيد سقط بالمواجهة مع بس كان فيه أراض سياسي هلا وين الأراض بليعملك يتحمل مسؤولية وطنية يتحمل بيقول لي ما بيتقبع مع اليونفل هتشوف التشكيك بالجيش هلا لا ما بيتقبع يا حبيبي رجال وضباط الجيش رح يواجه وبكرا بيشوفوا رح يصير فيه بطولات كمان من ضباط الجيش طبعا ما حينزلوا مع اللي نازلين على على الجليل بس رح يحموا حدود لبنان وضهر المقاومة حكينا عن الشارع السني خلينا نتقل للشارع المسيحي لو حضرتك على خصومة معه رئيس حزب الوات لبنية بس هو اليوم الأقوى مسيحية على الأرض وأسبلت الانتخابات النيابية الأخيرة أنا شعبيا نعم نحكي مين اللي أقوى سامير جعجا تحكي عن سامير جعجا فكما انتبهت ما أسمعك حضرتك على خصومة معه بس أسبلت الانتخابات النيابية الأخيرة أنهو الأقوى في الشارع المسيحي ليه برأيك صار الأقوى صار الأقوى بسبب بعض الأخطاء السياسية ما بدي أقول أكتر حزب الله أو من جبران بالسياسة رجعنا للقصة أنه الحق عفلين حزب الله بالسياسة الداخلية ينتبه عم يعمل مصلحته وبيغلط أيام بيغلط نعم يعمل مصلحته شو بدك فيه أنت تاخد الأرار بريحك حلا بتحس أنه هذا الأرار بساعدك لا شك شأنهم قابينا فيه أخطاء ارتكبت من قبل قيادة التيار لأن الطيار كان له وزنه بعدين حتى ما نظلنا نجلد التيار كمان هلأ أنت عم تعطيني فرضية أنا ما كتير أبدا يعني ليه شو هي أنه الأقوى صحية نعم عم نحكي أرقام أرقام أحسبات قد ما بدك بالأرقام أخذه القوات أكتر وأكيد يعني أقله القوات في مرحلة سعود لا لا أدي 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 أعلى أعم عم تخلته بالأم تيفيد بدك نياتي لا 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 ما خدت تخص الأم تيفيد بالأرقام أعمالستاستيك بتلقي لا فيه في تقدم فيه في تقدم بس ما صار الأقوى خلينا نشوف نحكي المجتمع المسيحي ما أنه تيار و فيه ثلاثين بالمية كتلة تتعلق بالكتاب لا مش صامتة كنت متحركة تتعلق بالكتاب ببعض الشخصيات المسيحية وفيه سبعين بالمية بهذا السبعين بالمية تقلي إيه تقدم فيها اوكي خلينا نمشي بالمظرية تتقدم هل عم بحكي كتبلي بدك تحكيني بحكيني عم تبيحكيني لا لا ما عم بحكي هم نحكي أرقام هم نحكي أرقام هم نحكي أرقام هم نحكي أرقام أرقام الأرقام نقعد ندرسه أنا وياك مشان هيك أنا شو أقول فيه تقدم بس هي كمان فيه أخطاء من التيار أو قيادة التيار فيه أخطاء بتقلي ما حد بله هيدا موضوع تاني حزب بله ما دخلوا دخلوا بله بيعام مصلحته كل واحد بيعام مصلحته بالبلد بس كمان ما تنسى أنه يلي بيقوم بالحكم مشو بيخسر منيح منيح اللي ظهر هيك في الرئيس الحريري لما كان بالحكم قدير الرئيس الحريري يوزنه وتقلو هيدا لما كان بالحكم بس الرئيس عون ما ارتكب أخطاء بالحكم ما فيه تشون احنا برجع بقولك طلعنا جوانح أكيد ارتكب أخطاء لو ما ارتكب أخطاء ما فيه نتائج ما بالنهاية كل إنسان بياخد النتائج اللي بيحصدها اللي بيزراها بيحصد النتائج لأكيد طب فيه موقف أنا اللي عمقول أنا اللي عمقول ما نحمل غير الجهة هي مسؤولية الربح والإخطارة بالسياسة اللبنانية طب فيه موقفين بالاخر كم يوم بيرزين بدي أحكي عنهم موقف شارل جبور هيدا مظبوط هيدا أصدق واحد لأنه ما بيشبه أنتوان زهرة أبو زهرة ما بيشبهه هيدا الشارل هيتا بالتحدي ليه؟ ليه؟ بس اللي قاله انا لأنه شف بس اللي قاله قدام الكاميرا فيكار بقاله برا الكاميرا أنا اللي شايفه أبو زهرة أو أنتوان زهرة أتوان زهرة شفت واقف مع اسماعيل هانية بغزة ويوم متى بعد شوير احنا عمنا بيانت تأييد للساميرا شفتوه طلعت بأنتوان زهرة وباسماعيل هانية وبالجراح بفتكة واقف معهن وحاطت عرقبته العلم الفلسطيني وهيدا الشرف لقيتو بيشبهوا بعض بطلعت بيشال جابور ما بيشبهوا طوان زهرة بطيتا سعميد ليه له شارل جابور مع التأكيد خليني خلينيك أعطيه تفضل هو بعدين اعترف على هذا بس هو عنده شطحات وهيدا من مجموعة الترنش والخبريات بيزركوه شوي بغايبوه القوات برجعو بيزهروه طب في موقف تاني لا يومنا جميل ما بعرف اذا شفتوه قبل قبل خليني شارل جابور بما عنده زاوية حتى من مع انه متل ما تلك ما بيشبه طوان زهرة ما بيشبه حدا انه هو اساسا بس احنا عملنا بيان المرابطون املوا بيان نرفض كل ضربة حجر ان ضربت على الجيش وارفضنا وانه تعيى الدولة لبنانية حاسبة وشوفوا مين اللي عمل هيدا الموضوع اه ومش لو صار وين مكان هيدا موضوع مختلف موقف يومنا جميل شفتو؟ والله اهضم واحد بالبلد مع انه احترم كتير وقلتلك انا كتبت توتر وقلتلك 10452 تحية لالك لانه فعلا ومع انه في مقطع الاولاني مش متل ما انا بفكر واحدة الساحات مش متل ما انا بفكر بس المقطع التاني انه اذا فردت الحرب على لبنان لعشر تلاف واروادي فعلا بتفرج قيمة وطنية وبتعطي البلد متل ما كنت عم قللك انه واحدة اللحمة الوطنية حتى يضل في عنا وطن بشان هيك انا ضغري مداحدة وقلت 10452 تحية لالك نهاية هي بنت بشير جميل اه معنا كتبت له واصدا حتى ما احدا نغلط كتبت يمنى بشير جميل اذا بتلاحظ ما كنت بيه انا كتبت يمنى بشير جميل الحق بدك تقول الحق طيب بس مين اهضم الزلمي بالعالم وليد جملة اتصل بنديم اللي يقول للنديم التعلق وبالمبدأ اتصل طي هندي على موقف يومنا ما فيه تهنية عبر له يا نديم اذا 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 هو المفروض يتصل بيومنا رغم كل الظروف وليد اهضم واحد لأ ما بيضيش فيه التالي فان يحكي معي يومنا عم بيقوله يا ديب تعلم لك فوية عميد لو اليوم بسراحة لو اليوم كنت مسيحي ما كنت خيف على وجودك في البلد وهذا يمكن سبب كثير من المواقف أنا خايف وجودي كلبناني يعني يشوفوا شوفوا حوالينا لما كنا نقلوا ننتبهوا تفرجوا شو صار بسوريا وبمصر بالساقية العربي نحن ما عم بيخد لأنه أنا والله أنا مغمض وماشي بالدفاع عن سوريا ولا عن مصر لما استلموا للأخوان متاسلمين ولا لما اصار طفرة الدول كاي السعيد هلا شوف ملا موعف طبعك السعيد الدفاع عن تونس العروبة ضامنة للأوطان للكيانية القطرية أو تبع البلد العروبة لما راحت الجامعة ضيعوها ضيعوها لما راحت الجامعة شفت شو صار بس اليوم في عروبة واحدة في عروبات في عروبة واحدة ما فيها عروبات في دول عربية بس هلأ بلاش تفهم أنه إذا ما حتكونوا على القليلة بالحد بالأدمة تحفظوا رأسكم الله يساعدكم بس بس قبل قبل كنت قللي على الموضوع الأقليمي ما اللي بتصير إذا ما نحنا فهمنا أنه يجب أن لازم يكون في عنو وطن وبلد نحميه من خلال التجمع الأكبر راح تروح علينا مشان هيك انا مش خايفين بس انه مسيحيا اذا كنت انا مسيحي انا خايفين عبلدي كلبناني شوف شو صاير مثل قصة الترانسفير غزة وهذا وهون هون لازم نحكيها ببدقة قصة الدخول الى الحرب قد دقيقة وعم تحسب مش بالملة بالصفر فاصل بالنانو نانو تاك عم تحسب وهي دي لازم انت ما بيقولي انت نعطى شي مهم كتير لصالح القادر على الدخول الى الحرب اللي هو حزب الله هون ما بنا نقول حزب الله بنا نقول مقاومة بس تؤيد دخول المقاومة في هذه الحرب بشكل مباشر تؤيد انا مثل عم تحسب في محل في محل الدخول الى الدفاع عن وجودية بلدنا تفرض عليك لا بقايد ولا ما بقايد اذا فرض علي الدخول الى الحرب لحماية بلدنا بس بك تدخل على حرب انت قادر تصمد فيها وقدر عندك انا جزء من هذا المقاومة بس اقدر ولا ما اقدر كنت اعمل لك اهم شي يعمل ل رئي الجمهورية شخصية الامير محمد بن سلمين شو رأيك فيهم لحد هلأ من خلال اللي شايفينه من الناحية الداخل السعودي عم نشوف يعني في تطور بأمور كتير عم تناكس اه متنا بيقولوا ايجابية على المفهوم الاسلامي العام من ناحية الوضع الخارجي لا شك يعني في زكا يعني خليني انا ما بقيدوا بالمواقف ببعض ايه بس في التطور بسياسة الخارجي في زكا في زكا خاصة بالتعاطي مع هون اذا بتسمح لي قول اللي بدك ايه مع الدباب الامريكان شوف بالعالة ومع لها الخوط تبع بايدن الهليسي نيشن بايدن حاطينه ده ممكن يكبس الزر يعمل حرب نوهية ويقبر الناس يبطل في عرض وهيقول لنا عم يشتغلك بيش من ده اخوة 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 مشان هاك تصور بهذا الظرف الدقيق الولي العهد عم يتعاطى فعلا بزكا مع مع هذول المجنين الامريكان العميد مصطفى حمدان بعد كل تجربة المرأت فيها بالجيش واخير الجيش شو بعد بدك طموحك سياسي بدي ابني او مصطفى الزر مصطفى فهمي مصطفى حمدان اقدر شوفه بالسنة مش مرة واحدة هلأ صرت شايفه مرة من لما خلي فدي عمره على الليلة عمره هلأ سنة وثمانة شهر اقدر شوفه يجي يطل علي اذا انا ما عادر اروح يجي هو مش بس انا حالة كثير بيش بدل الشاب المسيحي باللبنان وهذا استاتيستيك لما يتخرج من جماعته يشتغل ببلده مش 11% من الـ 2019 هذا استاتيك جامعة مش عم بحكي من الـ 2019 مش بس الشاب المسيحي مش الشاب المسيحي لأنه كل شباب البنان بس اني اكتر شي طلعوا 11% باقيين بلبنان مبارف زراحوا بالمرة 11% من الـ 2019 لأقيوا باللبنان من اللي اخدوا الشهدات جامعية بلبنان والباقي كله فل حيضا اللي بديها مشو بدي مشو بان بدي انا انا متل باكي قولوا كل شي مرأة علي ماشي تشفته من الزمان بس مع كل اللي مرأت فيه بالجيش لا اذا بدي يصير يعني اذا سمحت للفرصة بس لا تطبق اللي براس اللي صالح اللي صعب مش عم بيحكي الشعر بس اللي صار معك بالجيش خلال حرب يعني انت عاشت خلال حرب وبعدين بالسجن والطلعات والنزلات اليوم بعد كل هاي الصعوبات بيحرق لك قلبك عدم لقاء حفيدك يعني هاي دا بيسوى كل هوا ديكي اكيد كان يقال لي باي انو الولد الولد هاي دا ما كنت اقبضه خبرني خبرين مش بس ايك عم بيحكي عن حفيد عم بيحكي عن رمزية رمزية البلد اللي عاشين فيه عم بيحكي انا بالشخصة بس معنو وفي ناس اضرب مني في ناس اصغلوا اولادهم ما بيشوفوان بس هلقى حفيدك عميربا خارج لبنان ويمكن لاحقا ما يعني له لبنان لا انا حفيدة لمعلوماتك شارك هلا باول مظاهرة محل ما هو بالولايات المتحدة الامريكية وصرخ انا عرابي وإيلاف بلسطاين لمعلوماتك وبعتولي اياها مسجلي فقط اذا بس اكبر الجينات الجينات بيضلوا لبنان لبنان مغناطيس بس المهم نعفلوا لبنان اكيد بس يكبر مصطفى حمدان صغير ويحذر هالحلقة ويحذرك قل له شي يحذره بس يكبر لبنان ثم لبنان ثم لبنان ثم عروبتك لبنان ثم لبنان ثم لبنان عمول بلدك واطلع على العروبة يا مصطفى فهمي مصطفى فهمي حمدان والطائفة وين طائفة طائفة هي انتبه مش عم احكي بالدين ايه مش بالدين بالطواقف هي هي ثم القاتل للبنان هي ابدا عميد مصطفى حمدان شكرا لك اول حل بس اكيد ما رح تكون الاخير اهلا وسلم اهلا وسلم اهلا وسلم انا بتشكرك انك تحتلنا الفرصة اكيد بتشكر المتبه شكرا لكم شكرا لكم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى